أستاذ برغوثي يمكن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي وكان فتح فيه الباب الحديث للدكتورة محمد وهي فكرة الكلام بعض المشاككين اللي كانوا في الأول بيقولك طيب أهمية هذه المشروعات وانت دلوقتي فيه أوضاع اقتصادية صعبة وبالعافية عارف تصرف على شعبك وتسير الأمور انت بتصرف مليارات المليارات وبتستلف حتى عشان تعمل هذه البدنة الأساسية والمشروعات العملاق هلاك شايفين دا جاي في إطار الكلام اللي قالوا الرئيس عفتاح السيسي في بداية فترة الرئاسية الأولى لما قالك اللي 4 سنين أورين دول مش حيبقوا فترة رقاء دول حيبقوا فترة تأسيسية علشان نقدر بعد كدر نبدي البلد اللي قدام أنا عايز بس أفكر الناس كلها أنه مشروع زي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اللي الكل تصور أنه جاء يعني من وحي اللحظة لحظة ما جاء الرئيس عفتاح السيسي الحياة أنه ما كانش من وحي اللحظة وأنما هو هم وفكرة وطموح مطروح منذ أكثر من ثلاثين سنة وكان أول من طرحه تقريبا وفي الصحافة المصرية الأستاذ أحمد بهاي الدين في عموده في جريدة الأهرام وكتب أكثر من مرة عن أنه إحنا بنواجه تحدي صعب جدا وأنه أنت كنت بتكلم عن أن الطريق تنمية الطريق تنمية فلو هذا الطريق المرور فيه شديد الصعوبة وجحيم لا يطاق يعني كبرى 6 أكتوبر كان مشروع عملاق الآن تحول إلى شريان شبه مسدود بسبب الكسافة السكانية الرهيبة جدا بسبب الزحام بسبب أن أنت كانت العاصمة في وقت من الأوقات فيها 10 مليون أو 7-8 مليون أنت بتكلم النهاردة عن أنها في الزروة بتبقى 30 مليون طبعا فحلم أن تكون لديك عاصمة جديدة وأن تنتقل بكل المؤسسات العملاقة اللي عمل زحام رهيب جدا في قلب هذا البلد لأن تنتقل بها بعيد شوية عن هذا وتنقل الناس لها المشروعات اللي اطرحت لأول مرة في تاريخ مصر يعني أنا كان ليا شرف أن أنا أطلع في رحلة مع اللي هو كامل الوزير وكنا في هولوكوبتر وكنا رحين نشوف مشروع الفرفرة قبل أن يفتتحوا السيد الرئيس اللي هو المشروع الأول اللي هو العشر تلف فدان فوحنا في الطيارة أنا شايف حاجات جد على الأرض فطلبت منه قلت له أنا عاوز أعرف دي إيه إيه اللي بحصل في الصحرة ده فلأول مرة في تاريخ مصر حتى لو في شخصية مصر الجمال حمدان أنه كان أحد التحديات الخطيرة أنه كل الطرق في مصر طرق طولية طرق جاية من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب زي مجرى النيل لم تكن آه كلها مشية مع النيل لم يكن هناك طرق عرضية على الإطلاق يعني لم يعني الطرق العرضية كانت طرق قليلة جدا وتعاني من نقص الخدمات تعاني من الالتواءات الشديدة جدا صحيح من خطورة المشي عليها من خطورة استخدامها الآن إحنا قدام وده اللي عمل تكسيف للسكان كله حوالين الوادي كله ما انت تمت في شارع زي فعلا صلاح جهين كان له مقولة عظيمة جدا إحنا عايشين في شارع واحد وإنك لو شفت النيل من الطيارة كأنه خرطوم مطافي وسط حريقة يعني خرطوم مطافي يعني إحنا عايشين في شارع واحد إحنا طول عمرنا عارفين إن إحنا عايشين على 6% من مساحة هذا الوطن كيف يترك هذا الوطن كيف ترك طيلة هذه السنوات وطيلة عقود وطيلة قرون خاليا تماما من أي حياة ومن أي نماء الحاجة التانية والمهمة إنه ربنا ما خلقش شيء أو الطبيعة التكونات الطبيعية في الصحارة لا يمكن أن نصدق والعلم الحديث أثبت لنا إنها ده مشروعات عملاقة وصروات نائمة وعملاق اقتصادي نائم في حاجة إلى من يستغله أو من يوقزه أو من ينميه فإحنا الأول مرة في تاريخ مصر بنشوف شبكة شريان شرايين رهيبة جدا بتنتشر في أنحاء البلد بالكامل من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب لأول مرة بنشوف مدن مليونية جديدة لأول مرة بنشوف أنفاء بالشكل اللي إحنا شوفنا ده ده عمل عملاق عمل عبقري صحيح في التخطيط والتنفيذ والمدة الزمنية أنا عاوز شكرا